ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله خاصة قامت صباح أمس نسبت بنقل الطفل يونس من هولندا إلى تركيا بعدما عجز الجهاز الطب الهولندي عن علاجه وقد تم استقباله ووالديهم الذي انطق من طبي في مطار أنقرة هذا وفي حديث وزير الصحة التركي فخر الدين خوجة عن حالة الطفل يونس قال في تغريدة على منصة تويتر الطفل المغربي يونس يعاني من مرض نادر هو خلل حركة الهداب الأولي وهو متصل بجهاز التنفس وبدونه يفقد حياته هذا وأكد الوزير أن الطاقم الطبي سيبدل ما بوسعه من أجل الحفاظ على حياة الطفل المغربي